فأنا قدمت رسالة لسيد السوداني البارحة هاي الرسالة دولة الرئيس يحتاج مناقشة في غرف حكومية اذا تريد معالجة قطعتها يعني على اقل تقدير قولوا هذا الرجل في عهده الرفع الحضر 2009 خلني استفيد من هاي قلت الباكر الزبيدي اجي اللي بعده اللي بعده كل وزير يجي اقول ليابا تعال استفاد يرحون يجبون شركات ينطونها مبالغ وينفقون فلوس ويجيب خبراء ويوقعون عقود وراح نرفع الحضر وتروح الفلوس بضعنا الحالي سيد عامر نعم ممكن ان نرفع الحضر وممكن ان نعالج الامور وممكن ان نصحح المسيرة رغم هذا التعقيد اللي جاي يزيد علينا يعني اليوم قرار يعني انت لو جاي لقبل اسبوع انطيك خطة لرفع الحضر اسهل من اليوم ولو تجيني بعد اسبوع وبعد شهر يمكن اصبح اعقد واصعب بس ما عندي شي اسمه مستحيل ما يصير اكو حلول ونقدر نوضع حلول فاحنا نعرض على الحكومة خبرتنا ان نقدم لكم الحلول ونقدم لكم قاعدة بيانات ونقدم لكم الطريقة لمعالجة هذا الامر بس انه يكون ينفذ بالشكل الصحيح خطوط الجوية شون راح تحمي نفسها من اللي جاي يصير ومن هذا القرار الاخير مثلا بحق شركة فلاي بغداد يا اخي احنا اليوم استضافينا مدير الخطوط الجوية ومدير القانونية مالتا اليوم استضافيناهم يعني حتى ماعدهم اجوبة ماعدهم اجوبة الموضوع يحتاج ل اصلاح شامل اصلاح اداري شامل وبعدين لا تنسون يعني ان الناس اهل الخبرة بدوا يطلعون تقاعد وما تأهلت كوادر مناسبة يعني الآن ممكن انه احنا نرمم هذا الامر باصلاحات يعني اول شيء يريد خبرة ونزاهة يعني واعد انكم ما عنده فساد الامور كلها تصلح وتتعدل خبرة نزاهة وشوي واحد يحب وطنة يعني لانه الموضوع بي حلول لكنه هاي الحلول المفروض ما تقيد خلي شكل رئيس الوزراء فريق عمل برئاسته مو يخلي لي مثل مستشار عدة هو كش ما يعرف